السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله تكمل تكونوا بخير و بصحة جيدة اول حاجة سمحولي على لفاك و تشوفوا فيها راني مريضة في حالة اني كامل مغلوقة و تاني حاجة نقول لكم سمحولي على الغياب بمع الاسبوع الاول كنت في دارنا دخلت غير البارح و كيما شوجمات على الكليمات و توراني مغلوقة ركو تسمعوا في لفاك المهم قلت نطلع عليكم بهاد الفيديو خفيفة ضريفة بش ما نغيبش عليكم و ان بروفيتي نقول لكم ما يدخل عليكم عام جديد ان شاء الله بالصحة ولهنا سوختوا الصحة البنات طلبوا غير الصحة هدا ما كان وهي الصح ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة كامل اول حاجة مبرتاجيها معكم شوفوا هد الفيديو كنت صورتها قبل ما نروح لدارنا صراحة كنت دايرا نصور معكم دي فيديو في دارنا مي الله غالب مع لا فامي ما عنديش كامل الوقت ما عنديش كامل الوقت للتصوير اليوم بارتاجي معكم شوفوا هد الوصفة الهيلة على بلي بزف تحبوا تلي تلي وتعجزوا عليه مع التفواري تشوفوا نعطي لكم واحد الوصفة كنت ديجا بارتاجيتها معكم هيلة هيلة ان نديرها بزف تلي تلي في الفوق يجي اكثر من رائع اول حاجة توجدوا الاسوس دايرت طرفتها الجج تقدرو ديرو همم بالحم ودرت حب بصل كبير شوفوا المقادير حاولوا بركمة تكثروا شلي زي بيس هذا ما كان درت البصل هكا يتقلى مع شوية زيت و شوية سمن و قطعت الطماطم انا نحب ندير فيها خير يجيب بنين لا صوص تيجرة في بنينة ارحيتها مليح و نخليه تقلى شوية و بعد نحطها تتقلى مع البصل بالنسبة قوت لكم الهاد تلي تلي ما تكثروا له شو براك ليزي بيس ميحبش زي ما ليزي بيس بزاف دوك شوفوا هنا و شاحا ندير له شوفوا ديرو هنا طماطم تعل علب درت ملعقة و ما عمرت هاش مليح و بعد ما تقلى شوية حطت امام هديك لعطامات اللي رحيتها تتقلى بيان بيان مع البصل والجاج و كنت ملحتها ملح و مع اللوول بش ميجيكم مش الجاج تاعكم صامد وبالنسبة ليزي بيس شوفوا هنا الملح شوفوا هدا وين درت بلوتو ما درت في اللوول مهم خلوه يتقلى بيان درت ملح فلفل كحل و درت فلفل عكري مهم جدا في تلي تلي و درت شوية برك راس الحانوت ما تكثروش انا كان عندي راس الحانوت شباب يعني النوعية خير و النوعية تكون مليحة حطيت الحميصة خليتهم يتقلى بيان هو تلي تلي نحب ندير له زرودية ندير طماطيش بزف نحي قروسية طماطيش حلوة سوف تنحي بيان هذه القروسية طماطيش مرقت بيان بكمية مليحة اغلقت عليها اغلقت عليها خليتها الطيب في مينوت شوفوا في مينوت با بلوستكون طيبة من الجهة وحدة أخرى لطماطيش جيت نحمص تلي 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 تاعي انا نحب نحمرو هكا شوية شوية زيت و شوية زبطة بش يجي اللون تاعو شباب و من فلقو يجي هايل خيروا تلي تلي يكون مليح انا حطيتها و رايحا نحمصه حتى يتغير اللون تاعو كما حين تشوفوه سوف يضي لكم شوية وقت مشي بزاف متزيدولوش بزاف نقصوه بش ميت تحرقش معاكم و يضي لون شباب فهذا الوصفة تلي تلي البنت ما تحتاجوش تفورو كامل تلي تلي تاعكم يعني حين ديرو هدي و يجي على حباد و يجي على حباد و اكتفوه في نهاية الفيديو يجي فغيمة من الزربع يجي بنين و يجي مشرب هكا بها دي كلاسوس يجي هايل هايل ان دي غي تفورته يعني هاد الوصفة اللي تحب تلي تلي وتعجز على تفواريته و نقول لك هاد الوصفة سريعة و بزاف بزاف يجي شباب بهذا الطريق بعد ما حمصته و شوفوه دا وحد اللون بزاف هايل حطيتو بيه بالزبدة او في فاكا احطو في بلاتو لدينا ندرت فات القدرة اللي حا ندخلها دي غاكتوما في الفوغ و بعد هاديك العصاص تكون طعبة تفرغوها خلوغي الحميص اشوفو نحيط الجاج باش نحمرو و ديرو ممزرو ديا ديروها النغم على حا تتتحمر شوية مع هادا كيلو البولي المهم كيما قلتلكم ديرو كمية مليحة فاكا يشرب هنا الفوغ سخون دخلته وبنسبة لبولي ادهنتو هاكا بشوية و رايحا نضيفو في الاخر كي نشوف تليتلي هاكا بداي يشرب نحطهم الفق و نشعلهم الفق و نشعلهم الفق و ندهتو لشوية النار بزاف 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 خلوها كي يكون سخونة خطر بيا و خلوها كي يتجمر بلاعقل في الفق شوفو كي شفتو شرب مليحة و تخلط فيه بيا و متلقاو هلا تلسق لو لم تخافوش بسكو أصلا هادا كليتلي سكو لحمرته بزفدة و دونك ما حش كعمل يلسق و درت الجاجتاعي و دخلتو الفق و هذا هو شكل نهائي يجي بزف بزف بنين ذو كنوري لكم كيفش يجي مزرباع يجي هايل نتمنى تديروا هاد الوصفة شوفوا اللي ذوقوا عندي انا يعجبوا بهالطريقة وكين قولهم درتوا ديقا ما في الفوق ما يأمنوش كامل بغيما الوصفة سهلة وبنينة قولوا لي دموا فين ديروه بهالطريقة ولا عندكم طرق واحد اخرى سختوا الطرق يكونوا يعني الطرق سريعة كيما قولوا خاصة النساء العاملات وليكونوا هكا مزروبات احنا مدابينا وصفات سهلة وسريعة وحبيبتي شاهدكم في الجنة وهذا هو الشكل النهائي اليوم حبيبتي رانا البرومي جنفيير ماي حبيت نعاود نذكركم بهالطريقة اللي مبقاش منه بزاف شوفوا بقت منه غير حبيبات زادوا لكم تقريبا بلك أسبوع المهم حتي خلاص حتيت خلاص الكمية بلك أسبوع بلك ثلثي يام بلك ربعي يام سادي بون هاد العطر تأنتانس لي بزاف بروفيتيتو منه بزاف تبعثوا لي لميساج يعطيك صحا نقولكم انا يعطيكم صحا نتوما على الثقة اللي درتوها فيا وشريطوا هاد العطر شوفوا يجي أنبخ مع الحليب بتاعه حليب الجسم عندهم نفس الريحة ريحة واحدة هو عطر شتوي بزاف هاي يعني هذا هو وقتو لبقي تحملي دو تلتمية وتسعين والتوصيل حبيبتي رح يكون مجاني بصح لازم تبروفيتي وبسكن ما بقاش منه بزاف ذوك وسبوعة هكذاك على جنفير رحين يكون ان شاء الله منتجات جديدة وان شاء الله رحيحة نترطاجي معكم أي حاجة جديدة تعجبني يعني أي حاجة تعجبني رحيحة ما نبخلش عليكم نترطاجيها معكم نحاول نجيب لكم دي كود برومو حبيبتي المهم نخلي لكم الاستمارة اللي تعمرها بكل سهولة في أول تعليق مثبت ونخليها لكم ثاني في صندوق الوصف تعمروا المعلومات بتاعكم وتلقوا ثم الرمز ترويجي كتبوا فيه أذواق التوصيل ما حشيكون خمسين آلوف رحي يكون حبيبتي مجاني وان ما كنتوا في الزاير عحي يوصلكم حتى الباب الدار يعني تخلصوا برك ثمان تاع المنتوج اللي ديتو وهنا يا البنات حمبرتاجي معكم حلوة جفة حلوة جفة تاع الجزائريين كامل يحبوها تبعوا معايا الأخير توفوا الوصفة هنا درتها كنت تديت فيها لجوستي وديت فيها لدارنا يعني درت كمية لبس بيها تبعوا معايا ودرت خمسمائة قرم تاع زبدة انتم إذا حبيتوا تديروا غير شوية ديروا نصف الكمية ديروا ميتين وخمسين في خمسمائة قرم زبدة تدرت كاس ونصف على السكر إذا درتوا ميتين وخمسين ديروا كاس غربة ولا لا تكثرش سكر البيض تدرت تزوج بيضات كاملين ووحدها سافر وإذا درتوا ميتين وخمسين ديروا حبا بيض كاملة وحبا سافر بيض رايحة ندير لفاني ديروا كمية ملاحة على فاني بش جيكم هاد الحلوة ببنينة وراحة سوف نحلط غير بيدي تراحة هذه الحلويات الجافة التي تكون لها باتحة السبلي نحب أن نحلط بيدي نشعر صورة وفشتها حررة تلعب دور كبير لان تخرج العجينة بالنسبة خلط مليحة ذبدة وسكر والبيض حتى حسيت بين يدي بالنساج وملحة ولو 0 كرام كما كما ترون في هاد المرحلة سوف نضيف الميزينة هنا اضفت الكاس خلطها كم مليح تبدأ الطير خلطوا بالعقل شوفوا هاد الميزينة كي تضيفوها لهاد العجينة تعطيكم واحد الخفة بزاف هايلا شوفو درت كاسو نصحنا إذا درتوا ملتين وخمسين جرام ديروا كاس بصح ما تعمروهش مليح كاس غير ربع تقريبا بالنسبة الخميرة درت ملعقتين صغر عمرتهم مليح اكتشوفو هنا ما تعمروش مليح زيت شوية مهم ديروا ملعقتين صغر عمروهم مليح جيكم تقريبا كاس ونصف تاع الخميرة الكيميائية انا عندي هذه صراحة معجبتنيش بزافة تاع تاع ليس هاي هذو كل غاز خير منها بزاف وتبقى وديروه في فارينة غير بالعقل حتى تحصلوا على عجينة طرية متنشفوهاش خلوها طرية بش جيكم سهلة في الخدمة تاحا و جيكم الحلوة بتاعكم الطرية بزاف وبنينة هاد الحلوة طيبوها قبلون ولا تحمروها شوية هكا جي غاز شوية جي بزاف هايلا و دكتفوا معايا المهم الحلوة هذي مع شوية الجماهير كامل كامل اتحبوها على بالي كي نوصلوا لهذا المرحلة نتوقفوا نحاولوا نشكلوا كرة كي جيكم هكا الطرية في يدكم حبسوا جبت البلاتو تاعي و بديت ان نشكل الكرات صغروا المكسيموم الكرات تاعكم انا موزنتها ما نوعلو بش نربح الوقت مي حاولت عيني ميزانين ديرهم تقريبا بنفس الحجم هاد الحلوة هي حلوة الفرشيطة على بالي بزاف تحبوها وبزاف يعني جيكم اسهل حلوة جافة من الحلوية الجافة السهلة بزاف تقدرو ديروها بالزيت والزبدة كي ما درت اليوم يعني كي ما تحبو تديروها ذوقها يختلف بين سيغ الحلوية تاع الزبدة حاجي بزاف بنينة على تاع الزيت زيت جي فيها شوية وحد القرمشة هكا من بزيت جي مليحة جيكم شغل العجينة كي ما تحلوة الطابح بركتدورها طرية شوية وديروها بنفس الطريقة شكلت كرة بلاتيتهم شوية كي ما شفتوني ونبعدها بالفرشيطة كنت دخلتها بشوية فارينة ونزين بها بهذا الطريقة يعني حلوة سهلة هذ الحلوة ديروها في وقفة ويجيكم من أرواع ما يكون في البنة غير جربوها لابد ما انت عندكم هكا ضياف ولا خارجين يعني رايحين بلاسة حبيتوا تضيفوا بها اجيكم بنينة بالبزف شوفوا الشكل تاحه فرن فرن يكون سخونة تقريبا اربع ساعة حتى لعشرين دقيقة على حسب الفرن تقريبا تستطيع تقريبا تحضرها ببيضة سخونة ماء لديها حمار لديها لونها كشوية سوف نكمل بلاتو تقريبا اجتماعي هذا مجرد هدية لا تريد لا تريد هدية في عرسي بركلامات بايريكس بزف هاي فريما هاي لا تريد لما يتكثر شوفوا هنا كيفش طابت تحمرت هانا شوية نحب تحمر في الحلويات هاد الحلوه هيا نغموة طيب قبلو ما انا نحبها كنانا طيل هات حمارة خفيفة ما اما هكا جي خفيفة جي طرية طرية بزف المهم خليتها تبرد هنا في الليلة ندير بعد احترد وامدك بشترت لها المعجون وزينتها شويةكا بجوز الهند المهم هذي تاع 500 قرم كمية مليحة بس بها هاد الحلوه شغل كي تلسكو 2 اتنين احا تنقص احا تنقص يعني مثلا ديروا ثمانين حبا كي تلسكوهم تولي 40 حبا بالصح تعمر العين ويجي شابا وليدوكها تعجبوا المهم هنا غدوا من ذاك ويجي شوية معجون تاع المشماش ووجيت شوية تعلانواة كوكو كان عندي هذا شوية خشين ميبون جاملح انظروا الشكل تاعه هنا في هاد المرحلة مليحة يكون معاكم واحدة يعاونكم انتو ما ديروا لعاكم وهو يزين لكم هكا بلانواة كوكو هكا بشتيكم تجيكم سهلة وتكملوا في وقت قصير انا بنتي هنا عاونتني شوفوا تقدروا ديروا بيدكم بالبنسو غير هكا بالملعة كي ما تحبوا يعني كي ما تجيكم سهلة ديروا ديروا لها هكا شوية لانواة كوكو في الأطراف لي ما تحبش لانواة كوكو تقدر تدير كوكا ولا تدير لوز ولا بيستاشي يجي بزاف شكلتا وشباب اي حاجة متوفرة عندكم اي مكسرات تقدروا ديروها في مكان جوز الهند اذا كنتو متحبوش هي تديركم شوية تاع المعجون هي تباني ما ترفضش ما ترفضش يا معجون وهذا الحلوة عبتكم بالمعجون تزيد تطرى كثر وكثر يعني كل ما تقعد كل ما تولي طرية بزاف يعني لي حبوا الحلوية لي تضوب في الفم لي هذي هي اللي رايحة تعجبكم تبعوا الوصفة برك بدقة ديرواها كي ما راهي سهلة كامل مكونات بزاف كملنا كامل الحبات يعني كي تكون المعاونة على بلكم ثم ثم تكملوا الحادعو ودكنو ريها لكم كيف شجاج شكلتا النهائي وبينسيغ نفتح لكم واحدة بشتوفوها من الداخل هنا جديدة تكون شوية قرمشة ما يقوت لكم تقعد غدوة من دك تولي واحدة طراوة بزاف هيلة بزاف هيلة برك كي تلسقوا تنين تنين حاولوا تخيروا الحبات اللي تناسبوا مع بعضهم وديروهم بش مجيش واحدة كبيرة واحدة صغيرة مجيش هيتم شكلتا بغي من شباب والبنة منحكي بزاف هيلة سمحولي على العفاولة جيتني سعلا نفتح لكم واحدة شفو الشكل والطراوة نضمن لكم الطراوة تجربوها على ضماط هاد الحلوة شوفو كين كين فتتها في ديك في جيو هذه هي جديدة قلت لكم كي تقعد غضوة من ذاك مع هذك المعجون تضطرات واللي بثاف بثاف هيلة المهم البنعت هذي هي بنسبة للحلوة احنا بينسيغ لازم ندوقو منها احنا بمسي درتها بش نديها لعجوستي ويمامي لازم ندوقو منها بينسيغ حطيتها مع قهوينة بها كمع العشية مع هذي البرد وشو نقول لكم مع قهوة حليب سخون وشو نحكي لكم جي بزاف بزاف هيلة نشارك معكم شوية لقطاتها كامل هذي الاجواء الشتوية البردة قولول انتو ما في هذي العطلة وشاكم داين فيها خرجتو ما خرجتوش كيم بزاف في العطلة تاع الشتام يحبوش يخرجو بزاف بس كنهار قصير والبرد يحبو يقعدو بزاف الدارقول ولي انتو ما اسكي خرجتو لا 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 كنت درت طمينة كان وليدي تشاهر طمينة درت له خلط له غير شوية وحطيت الحلوة هذي كيدو منها انا شوفوا درت حليب سخون مع شوكولا هاد شوكولا كنت شريتها عند عند نفس اللي شريت من عندها النس كافي ما هي مايش نس كافي بسكو قولتو لي نس كافي ومقاطعة ومنها هي مايش هي قهوة سريعة الذوبة نحنا ولفنا وقلو اي قهوة سريعة ذوبة نقلو لها نس كافي ومقاطعة ومقاطعة ونوريها لكم المهم هاد شوكولا ان بودر تقدرو ديروها مع الحليب هاكا ديركتمان اجي غرف بنينة كيما تقدرو ديرو بها وصفت تاع شوكولا شو والهوت شوكولت تقدرو ضيف لها البانان تقدرو يعني كان وصفت بزاف تاع شوكولا شو وهذا هو وقتها مع البرد تعطي لكم واحد الدفء الله يبارك شوفو 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 الليل كمية اللي فيها فيها كمية كبيرة فيها كيلو واحد كيلو غرام نخلي لكم رقم الهاتف اللي حب تشري هاد شوكولا ولا شوفو شوكولا هادي ما بقتلهاش صراحة بزاف قتلي واقل بقاول ها تلاثة ولا زود مع باليش الدوها طيروها ما هادي القهوة السريعة الذوبة انو ما زالت عندها نخلي لكم نوميغو تليفونت حالي حب تشريها حدي لكم توصيل حتى الباب الدار بثمن معقول شوفو اللي نسكافي هادي القهوة سريعة الذوبان هادي هي شتولا مكتاحا يعني ماهيش كامل كتبين فيها نسكافي يعني قلبتها كامل كامل نسكافي ثاني تجيب ثف بنينا وفيها كمية كبيرة انا قدرت شوفو عمرت باللرق كبيرة وهدي انا حطتها في ريجيدر يعني فيها معمرة نخلي لكم شوفو اللي باشتاحا ونخلي لكم نوميغو تليفون حبيتوا تتصلوا وتتواصلوا معها فلا باج تعال انستغرام ولا تتواصلوا معها ديركتومو في التليفون قلت لكم ديلكم لاليفرازون بثمن جد معقول انا حطيت شوكولا هادي معا حليب سخون جيت بزيف بنينة ووش نحكي لكم يعني جيت بنينة بزيف المهم حبيباتي الناس كافي مهش كامل في فنداما ايدشرتوها على ضمانتي فيها كمية كبيرة كما قولوا تأكلوا منها تدوقوا منها تشربوا وتمدوا منها وتقعد لكم يعني فيها كمية لبس بيها فيها سن سن غامة خفيفة شتو القهوة سرعة ذوبنجي بزيف خفيفة المهم هنا صورت لكم شوية أجواء كيكو تريحة لنا شوفوا بلدنا شابة بزيف هنا غير ترقانة يعني بغيمة بلدنا جنة نقول لكم حبيباتي بهذا الصور نخليكم على خير نقول لكم نتلاقوا في الفيديو الجايد دعولي برك منزيدش نتغلق كتر ملعكة نبرة ونعود نصور معكم فيديوهات ونبراجي معكم حبيباتي نقول لكم نحبكم بزيف اشتركوا في روحكم نتلاقوا في فيديو مقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته